اكد اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخريفة ممثل جلالة الملكي للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن الإنجاز الرياضي الذي حققه أبطال وبطلات المملكة في دورة الألعاب الأسعوية التاسعة عشر التي اختتمت في مدينة هانكشو الصينية يعكس الروح العالية التي يتمتع بها رياضي مملكة البحرين وحرصهم على التمثيل المشرفي وعلى راية الوطن جاء ذلك لدى استقبال سموه أبطال وبطلات أسياد هانكشو 2022 والبعثة الإدارية للجنة الأولمبية بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء ومثلي الاتحادات الرياضية والمشاركة والرعاة والداعمين ونقل سموه للأبطال والبطلات الأحائزين على عشرين ميدالية ملونة بينها 12 ذهبية وثلاثة ميداليات فضية وخمس ميداليات برونزية تحيات وتهاني حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مشيدا سموه بالإنجاز الذي حققته منتخبات فريق البحرين في دورة الألعاب الأسيوية لتحتل أفضل مركز في تاريخها بحلولها في المركز التاسع أسيويا والأولى عربيا بأكبر عدد من الميداليات الذهبية منذ أول مشاركة للبحرين بأسياد 1974 وتحقيق سبعة أرقام جديدة لدورة الألعاب الأسيوية وأضف سموه لقد كان جلالة الملك المعظم حريصا على متابعة منتخباتنا الوطنية في الدورة رغم فارق التوقيت ولقد شهدنا منكم الروح القتالية والعزيمة والإصرار الذي تسلح به أبطالنا وبطلاتنا معربين عن تقديرنا الكبير لأصحاب الإنجازات الذين اعتلوا منصة التتويج ورفعوا اسم المملكة عاليا في كل من رياضات ألعاب القوى، رفع الأثقال، المصارعة، كرة اليد، الجيجستو ليعكسوا التطوير المتنامي للرياضة البحرينية ويثبتوا المعدن الأصيل لللاعب البحريني كما نشيد بتضحيات وعطاء الأطقم الفنية والإدارية التي تعد شريكا أساسيا في تحقيق هذا الإنجاز وأكد سموه أن أبناء البحرين وبدعم جلالة الملك المعظم دائما ما يثبتون تألقهم وتميزهم لتعيش الرياضة البحرينية عصرا ذهبيا ونتمنى أن نترك هذا الإنجاز خلفنا ونتطلع للأفضل دائما وبلغ أعلى مستويات الإنجاز ونأمل أن تتوسع دائرة الإنجازات في ألعاب أخرى جديدة وكلنا ثقة بقدرة منتخباتنا على التميز بأولمبيات باريس 2024 ونوه سموه بالدعم والمتابعة من سمو الشيخ خالد بن حمد وتواجد رئيس الوفد نائب رئيس اللجنة الأولمبية سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة والجهاز التنفيذي بقيادة الأمين العام فارس مصطفى الكهجي والدور المهم للبعثة الإدارية والإعلامية متمني سموه للمنتخبات الوطنية دوام التوفيق والنجاح بدوره أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد عن اعتزازه بالإنجاز التاريخي الذي حققته المملكة بدورة الألعاب الأسيوية التي تعدي ثاني أكبر حدث متعدد الرياضات في العالم مشيدا بالدعم والمتابعة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة والذي يمثل مصدر فخر لكل الرياضيين لما يمثله سموه من قدوة لشباب الوطن وأهدى سموه الإنجاز إلى القيادة الرشيدة التي لا تدخر جهدا في سبيل دعم الحركة الرياضية مقدرا سموه الجهود التي بذلتها البعثة الإدارية والإعلامية والاتحادات الرياضية مؤكدا بأن ما تحقق هو ثمر للتعاون المشترك بين كافة أطراف الحركة الأولمبية وما بذله من جهد قبل وأثناء الدورة متمن ينسمه للرياضة البحرينية المزيدة من التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر